أسبوع الماضي كنت أفتح على الانترنت على الأجهزة للبيع وطلع بوجه جهاز اكس بوك سيريس اكس للبيع والصراحة السعر اللي كان محطوط عليه كان كتير قليل فتوصلت مع صاحبة وفكرت انه أنا التب كان شخص كذاب أو شي طلع شخص مظبوط مش انه اعلان مزيف وطلع شخص بيعرفني وبعني الجهاز والصراحة اليوم من بعد استعمالي لتقريباً مدة خمس ايام هعطيكم رأيي الخاص ورأيي الصريح عن هالجهاز وتجربتي معه فالصراحة ما رح تتوقع وفي ناس يمكن تقول لي انه انت خاطئ بس هيدا الشيء سيكون رأيي الشخصي فاذا حبين تسمعوه كملوا الفيديو السلام عليكم كيف الجميع معكم من قناة ميرفيكس واليوم هعطيكم شوي عن رأييي الشخصي عن هيدا الجهاز الاسبوك سيريس اكس طبعاً من هلا انا شخص ما عندي 4K تلفزيون 4K ولا تلفزيون 8K ولا حديثة عن الجرافيكس حديثة حديثة عن تجربتي كنظام وكهييل يعني كالجهاز بشكل عام شو هو بس تلعب عليك كاتبوا انا هولي عشان ما انسى رح اول شيء سأبدأ بالقصص المليحة والقصص الايجابية وليش انا حبيته لهذا الشيء بشكل عام او لماذا هم صور عنه فيديو اول شيء واللي هو اهم شيء بالنسبة الي الديزاين طبعاً كلنا بنعرف البلاي سيشن 5 ديزاين طبعا او الشكل طبعا رهيب وخرافي ومبين جيلي جديد وكلنا قلنا انه الاكس بوكس انا بالاخص اول ما طلعت الاكس بوكس قلت عنا انه تلاجي صراحة بس صدقوني هذا الديزاين بقلوله المربع اللي شايفينه احلى من 100 PS5 ليش بالنسبة للحجم بالاخص هو الشكل اوكي قبيح يعني مش قبيح انه بايخ كلنا من هناك بس صدقوني الحجم اللي هو فيه يعني هايديك المكنة هايديك فضائح سفينة فضائية PS5 سفينة فضائية ما فيك تحطها ممكن انا هايدي اليوم خيالوا انا معي موتار بيجي فيها على شغلة على البيت من بيت لشغلة خطيتها الى وحاطت فيها القادي اللي عم صور فيها الكاميرا هلا اللي عم بيستعملها للكاميرا وقنينة ماي وشو بتكن بعد لبني وملاقك يعني حطت كذا غراض وحاطت من ضمن الجهاز الاكس بوكس بالكرسي معي جهاز PS5 لحاله لحاله بالكرسي ما بيسع معي تخيل كيف بدك تجي تقنيعني انه هايدي اذا جيت واحد بديحطها يعني كي بدك لك ورا تلفزيون او هادا ضخم يا اخي ضخم كتير كتير هلا اوكي كشكل كالديزاين هو حلو بس كحجم كتير كبير بالنسبة له هايدي بتعتبر قد الفئة سوار العادية هايدي الشغلة كتير انا حبيتها شيلكم من شكلها للمكنة الحجم اذا جيت تحطها انت وممتك تحطها على الطاولة مرتعة تلهم صراحة بسك تحطها هيك وتصير اصغر كمان اما هايديك هالقات كمان بيزا الشغلة التانية الجيم باس خدمة الجيم باس عن جد انا مرة مرة بشربتها اليوم على الاكس بوكس شي رهيب بالصراحة اخدت عرض دولار على شهرين دولار واحد على شهرين جيم باس ومن ضمن اونلاين كمان فوق هيك دولار او دولارين دفعت مع اونلاين تظلوا علي فيها فوق الميت لعبي والعاب من ايام الاكس بوكس القديمة مثل بلاك ومثل اللعبة انا بعرفها اسمها في يوجن فرنزا هذه اللعبة تلعبها على الأكس بوكس من أنا وذكير يعني ألعاب قصص البلايك سيشن 2 يا شباب بكافيك هاي دي وتاخدهم ببلاشوا وتلعبهم وبعدين بالشهر تدفع خمسة عشر دولار فيه مثل فيه ألعاب مثل فيفا واحدة وعشرين وفيه ألعاب مثل شو بدي ألعاب مثل الحرب ومال الحرب يعني ما رحوا أتساميكم واني حافز كتير شو هني الألعاب بس شفت ألعاب حلوة بس أنا يعني الصراحة لعبها وكرمال هيك ما نزلتها بس صراحة واقعية جدا كتير بس واقعية جديدة عن نزوم يعني بالنسبة للسواقة أنا يمكن بوكي بحب لجرافكس ببع فورزا بلاقي أحلى من نتفر سويد بس أنا بحب طريقة للسواقة بالسيارة نتفر سويد لقيها شوية إنه مصروعة أكتر بالتوشفيت ومتوشفيت وهاكي فكرمال هيكي بس فورزا صدقوني رائعة بالجرافكس الشي الثالث كويك رزيوم هاي الميزة أنا كنت إنه أخدها عادية إنه أوكي سريعة كتير ومختلط بس صدقيني لما أنت تجي تلعب على الجهاز وأنه تاخد معك 15 ثانية أو أقل إنك تدور الجهاز وتفوت على اللعبة وتكمل مطرح ما كنت أنت عم تلعب لنقول أنت عم تلعب هلا نحنا عنا بلبنان بتروح الكهرباء كتير أنت عم تلعب راحت الكهرباء طفل طفت الأكس بوكس جيت عم بتدور بتدورها وتفوت على اللعبة وبتكفي مطرح ما أنت كملت بخمسة عشر ثانية تخيل أو أقل حتى بتاخد معك أول ما تدور دغري بتدور دغري بتفوت على اللعبة ما بتعمل ولا بدك تقعد تنطر ولا تكبس أي شيء أوكي بتفوت دغري بتكمل على اللعبة مطرح ما أنت كنت واقف تخيل لو أن هذه ميزة كتير 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 خرافية يعني أنا أو حتى مش بس عشان ما أنسك مش بس إنه حتى بس تفوت على اللعبة حتى إذا بدك تنقل من اللعبة للعبة يعني إذا أنت لو أنك عم تلعب على تلعب فورزة مثلا وصلت مناوز هات تطلع بتفوت مثلا على كولوف ديوتي بتكمل مطرح ما كنت وكمان بظرف خمسة عشر سنينة بتكون نقل من اللعبة لللاعبة التاني وبتكمل مطرح ما كنت بيدون لودينج وبيدون نطرة وبيدون بطيخ وبيدون حركات كلها هذه الميزة لحالة الشي خرافية قد ما أشرح لك بس لما أنت تيجي تلعب بالفعل بتقول عن جد إدي هاي الميزة حلوة إنه إدي بتوفر عليك وقت ونطرة ولودينج وهكي هاي بالPS5 ما في مننا صراحة ما في مننا أبدا لا إذا دورت الPS5 ولا إذا بحبك تلقم اللعب ما في مننا مثل مثل PS4 و PS5 نفس الشيء بتطلع عادي بتعود اللودينج حتى بالبي سي ما في مننا لكن بالأكس بوكس في مننا هاي دي ميزة عن جد فجأتني فيها صراحة والشغلة الرابع والأخير السرعة والسطوريج يعني مساحة التخزين السطوريج ما فينا نحكي كتير هالقاد هي 1 تيرا بس الPS5 بتيجي 825 جيجا أما البي اكس بوكس بتيجي زيادة عنده 175 جيجا يعني انت ما تنسى 825 جيجا بما رح يطلعوا لك كله منالك في حوالي المية وشوية يمكن حيروحوا للسيستم للبلاي ستيشن لتمشي نظامه وهكي و بعدين بيطلع لك البيئة اما بالأكس بوكس انت 1 تيرا سينقف منه شيء بسيط للمكنة ستأخذ البيئة واذا بحال انت بدأت تكبر فيه من وراء على الجهاز من وراء فيه قطعة بتجيبها مكتوب هنا بتشكها اما بالPS5 اذا بدأت تجيب تجيب SSD بس سيبها داك تفكها وتفك برغي اما هايدي دغري بتحط لهاي القطعة وخلص هايدي عنجاد يعني فيه ناس يمكن ما بتعرف وما بدأت تحط هاي سيبها تقعد تفكه يمكن تكسر البلاستيك والسرعة انه المكنة كيف تشتغل وهكي رهيبة بيكافيك على قصص وعلى ربي على قصص سريعة بشكل مش طبيعي انا بلعب اكس بوكس لعب اكس بوكس وان اس وان اس اكس ليس لعبة بس هايدي سريعة بشكل رهيب ما شايف سرعة قبل هكي انا اوكي على خدمة الاس اس دي باعرف بس هي المكنة حلوة السرعة رهيبة بكافيك بس على كوبيك ريزيوم اذا بدي احكيكم عن كوبيك ريزيوم ادبع حكيكم مراح تعرفوا عن جد كيف احساسها بس يجري عم تلع هلأ الشغلات اللي انا ما بحبها صراحة واللي ما حبيتها بهالمكنة ويا ريت كي نعمده شيء حتى يحسنوا فيها لانه هاي القصص اللي بصي نقصة اول شي السيستم السيستم بتحسس حالك صراحة بعدك عم تلعب اكس بوكس وان العادي نفس السيستم يعني انت هلا اليوم جابت جهاز البي اس فور شفتوا النظام البرا النظام الخارجي بس فوت على اللعبه وتفوت على الاعداداته كأنك تخيل انت جابت هذا النظام وحطيته بالبي اس وان في الاس اكتشتيك حاله بعد عم تلعب ماهوها وان اللد كمان الاكس بوكس نفس الشي اوكي السيستم طبع الاكس بوكس ايه خربطت السيستم طبع الاكس بوكس حلو كل شي هلا في ناس يكين تقول لي لا ما حلو هيك هيدا رأيك الشخصي انت عمود على بلاي سيشن هتلاقي الاكس بوكس غير صعب بس صدقني هو تصام حلو بس انا كنت متوقع انه يغيروا في بعض يحسنوا او يعملوا شي جديد حتى يحس حاله الواحد انه بس يجي عم يلعب على جهاز عم يلعب على جهاز جديد ما يحس حاله بعد وقعد على الاكس بوكس وان هاي اوه شهر الشغل الثاني الكنترولر اليد الكنترولر طبع الاكس بوكس وان رهيبة وانا صراحة برأيك الكنترول الاكس بوكس وان احلى من كنترولر البي اس فور بمئة مرة واريح انك تلعب عليها كمشتها لانك تلعب عليها مريحة لليد يعني لقيده الواحد مليون مرة بس كنت متوقع انه يغيروا بسيط فيه على القليلة يعني كديزاين مش كالكبسي ومالكبسي بتحس حالك قعدة كامش نفس الماسكة عم تلعب يعني طبع اكس بوكس وان بس انه فيها شوية تكستشر من ورا وفيها كبسة شارب النوص وانه شوية هيك شكلها مختلف بس انه نفس الماسكة بتحس هذا الشيء صراحة ما حبيته اما بالبي اس فور وبي اس وي في فرق كبير كبير بالاخص بكمشة اليد اللي هي اهم شيء بس انت تكون ايدك مرتاحة انا صراحة ما بتبكر مرتاحة انه بفضل مسكة اكس بوكس وان بس صدقوني هالسنة لما نزلت يعني هالمرة لما نزلت جديد البي اس فايف لقيت من فرق من السماء للارض واريح بمليون مرة وقلت الحمد الله انه غيروا والشيء الاخير واللي هو اهم شيء بالنسبة الي الحصريات هاي اكتر شيء انا كتير اهرتني بالاكس بوكس انه اكس بوكس بس ناقصها شغلة حصريات شيركم بس من السيستام وشيركم من المسكة الحصريات هي اهم شيء بلاي سيشن كود اوفون سبايدر مان كراش في كتير قصص ما في نسميهم كلنا بس في قصص كتير وكننا بنعرف بالاكس بوكس حطين الي هاي لو بعد اللي حقين الي بهاي لو من الاكس بوكس القديمة وما حبيتها وما اعرف وبيضلوا نيالا وهاي لو وهاي لو وهاي لو خلص ما ما اعرفي ما حلوي ما بعث ليش العالم بتحبها انا ما حبيتها شو في غير هاي لو فورزا فورزا اوكي عراس معيني حلوي بالجرافيك حلوي بكل شيء بس يميت لعب السيارات الصراحة وانا شخص اللي بلاقي سواءة النيت فور سبيد او كتحكم النيت فور سبيد بالنسبة لي ممتع اكتر طبعا هو منق احلى هو ممتع اكتر لانه انت مدعب فورزا تلعب لعبة وقعية اكتر بس ممتع انك انت بس يجب انت تلعب انك تستمدع ممتع اكتر تقعد تشوفت وهيك بس انه غير هايك مفيش طوم بريدر لارا كروفت كل ثلاث سنين اللي يطلعوني بجزء وتحس كله نفس الشي عم بينعاد ايضا ازني انه بس لو بيعملوا شي حصريات هايك حلوة جديدة كذا ما عم يعمل اخي والله ما عم يعملوا هاي بس نقصتهم للأكس بوكس حتى عرض عليهم انه يعملوا سبايدر مان طبع الفي سيشن فورد عرض عليهم انه يكون قلوا نجزء للأكس بوكس مايكروسوفت رفضت ياخي ليه اخي ليش من لش رفضته شب عرفتك انا حس حالي عم بحكي مع الشركة بشكل عام بالجيم باس اوكي فيه ألعاب حلوة فيه ألعاب يعني مش حلوة بس انه بيضل عندك قصص انه يمكن فيه ألعاب انت مثلا انك انت حاب تجربها ما بدك تشتريها سبا مسلا عندك تجربها بس حتى الجيم باس الصراحة فيه ألعاب لازم يضيفوا عليها أكتر ينزيفوا ألعاب عليها الايمي شوي انه فيه ألعاب حلوة بس ناقصة طبعا كشغلة الصورة وما الجرافيكس لانه بالصراحة بالنهاية الجرافيكس على الجهازين بي اس 5 ولا الاكس بوكس نفس الشي صراحة نفس الجرافيكس حتى بالبلايستيجن 4 والاكس بوكس 1 نفس الجرافيكس بس اهم شي ولي بنصحك تعمل اذا جبت او جبت اكس بوكس اهم شي انك تشتري تلفزيون او شاشة مية وعشرين هيرس لا يهمك 8K ولا يهمك 4K ناصيحة اذا بدك تلعب شي وتنبسط وتحس عليك عم تلعب شي جديد بالأخص انت شخص انك مش لاعب PC بحياتك لما تلعب على شاشة مية وعشرين هيرس وتلعب على لعبة مية وعشرين هيرس هتلاقي فرق من الصمه للارض لا يهمك الجرافيكس صدقني بس تلعب على شاشة مية وعشرين هيرس وتلاقي الصورة الصافية والتحرك الصافي لانه الرفريش ريت سيكون عالي اكتر ستبزع على 4K انا احصا يهمني 4K لا يهمني 8K عندي PC وبعرف هذا الشيء من PC انه بس اللعب انه على الفريمز العالي الدي اللعبة بتصير افخم من باليوم مرة صراحة فهيدا الشيء كتير حبيته وفي ناس كتير لازم تتبع لعيدة الشغلية ما يهمون 4K بك تشتري 4K انو بمية وعشرين هيرس بس بيكلف كتير وعالفاضي شاشة 1080p بس المهم تكون مية وعشرين هيرس وجربه وشوف وهيكو بيكون يعني الصراحة شرحت لكم اكتر قد ما اشرح لكم بالنهاية بلدي يكون هو الشخص بدي يجي يجرغب لحتى يشوف انا بنصحك انك تشتريه اذا بحال انت بتلعب اكس بوكس او بتحب الاكس بوكس هلا الصراحة هيدا 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 جهاز انا شتريته لحتى تاجر فيه هل يطرح هبيعه ايه وصراحة مزعلن انه هارجع بيعه يطرح هارجع اشتري series x لا هشتري ال ps5 ليش كرمال الحصريات لانه انا صراحة عندي pc وانا العاب الاولاين بالعاب على pc بس بتهمني الحصريات مثل وانشارت دول بالنسبة لي هاشتري بالبعدين ارجع جهاز ps5 واذا بدي العب شي على game pass او على اي شي عندي جهاز اكس بوكس 1 هون او اذا بحال بدي في نوع اشتري series s لانه بتفتح 120 هارز وتقريبا نفس السرعة بس انه الاكس بوكس سيريس اكس بتاخد cd وبالنسبة ليها ك 4k انا شخص ما بيهمني 4k فاذا حابب بيجيب بعدين جهاز اكس بوكس بجيب series s اتمنى تكونوا تستفدتوا وتمنى تكونوا استفدتوا المعلومات اللي حاطيكم وان شاء الله اذا حابب بيشتري جهاز اكس بوكس سيريس اكس ويعني محتار اذا بيشتري ولا لا انا بقول لك روح اشتري روح وضلك ما تسأل واذا بدك بنصيحة حتى ما تشتري series s اكس بس اذا انت حابب بيجيب احسن شي واللي اقوى series x اكيد اقوى من series s بس انو تانيتهم بيقدموا كتير ميزات تغيب بس هايدي للفوركي بتمنى تضغط لايك على الفيديو وتشترك بالقناة وتشغل زر الجرات واذا عندك اياس الان تكتب ليها بالتعليق وانا ان شاء الله بتشوفها في جيب عليك خذ مأكم هناك من الفيديو شئ يوجد فيجراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة